لا شيء تغير على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس وهذه اللافتات التي تتمنى للمسلمين رمضان كريما علقت على قطبان ومسارات حديدية لكل من يحمل تصريحا عسكريا يسمح له بالدخول إلى القدس لكن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مجموعة من التسهيلات لمريدي الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان كلها مرتبطة بكبار السن فقط يتم دخول بدون تصريح للرجال فوق الخمس وخمسين والأولاد تحت سن 12 سنة النساء من كل العمار أما الرجال بين خمس واربعين لخمس وخمسين يتم دخولهم على أساس تصريح ثانيا الموافقة على زيارات العائلات الفلسطينية لإسرائيل وكمان زيارات من الدول العربية لمنطقة يهودة والسامرة بالنسبة لسكان قطاع غزة يتم فتح حصص للزيارات القدس من أيام الأحد حتى أيام الخميس هنا انقسم الناس بين من اعتبر التسهيلات وهمية وغير واقعية مع استمرار الحصار ووجود الحواجز وبين من رأى فيها ضوءا في نفق الصراع المحتدم التسهيلات كذب كذبة كبيرة والسعر رمضان بكرة وهي معي وثائق أنا بتدل على أني أنا قبل أسبوع دخلت القدس على مستشفى سان جون واليوم عندي عملية ورجعوني بقولولي أنت صغير في السن عمري واحد وستين واربع تيام شايف؟ فأوين التسهيلات؟ في وجود الظل السياسي الأخير اللي احنا بنعيش وضغطات اللي بتمرسها العينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلينا نسميها تسهيلات نعم هي فعلا تسهيلات لأنه احنا يعني نتلقى ضغوطات أكثر من هاي فلما الإنسان بيكون مثلا محشور أو مضغوط وانتي تيجي تقدم له تسهيلات حتى لو كانت بسيطة يعني الإنسان راح يحس فيها إنها أحسن ما يظل الوضع على ما هو عليه وتظل ما وصفت بالتسهيلات خلال شهر رمضان المبارك منوطة بالوضع الأمني فأي تصعيد سيعني إلغاءها منذ نحو ربع قرن عزلت إسرائيل القدس عن محيطها الفلسطيني بهذه الحواجز الضخمة وأصبحت دخول إلى القدس بحاجة إلى تصريح عسكري فتحديد أعمار من يحق لهم الدخول للصلاة في المسجد الأقصى في رمضان يعتبره الفلسطينيون جزءا من الإغلاق والعزل لا علاقة له بالتسهيلات في رسلت في سكاينيوز عربية شمال القدس موسيقى